موسيقى كما أكد القدى بيت دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات فخامة جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع ثنائي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال القمة المشتركة وأكد الجانبان التزامهم بمواصلة التعاون الذي أفضى إلى الهدنة في اليمن معربين عن تقديرهما للعمل الفعال لمجلس التعاون والمبعوث الأمريكي الخاص والأمم المتحدة في تحقيق الهدنة مؤكدين التزامهم ببدل كامل الجهود لتوجيه الأطراف إلى الأمام في عملية سياسية من شأنها تحقيق تسوية دائمة للصرع وشدت بايدن على التهديدات التي لا تزال تنطلق من اليمن وغيرها وهمية ضمان أن تمتلك دولة الإمارات أفضل وأنجح الوسائل للدفاع عن أرضها وشعبها رحبت الحكومة بالبيانة المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الصادر في ختام اللقاءات والمباحثات الرفيعة بين البلدين أشهدت الحكومة بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحرصهما على إحلال السلام والاستقرار في اليمن وهمية إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة القائمة كما رحبت الحكومة بدعوة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بحث الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مدينة جدة لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود الرامية إلى إحلال السلام وتطرق الاجتماع للعلاقات التاريخية بين البلدين ودعم الأمريكي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ترحبه بنقل السلطة في اليمن مؤكدا دعم الولايات المتحدة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحات المجلس في مختلف المجالات نهاية هذا الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة